سرقة جديدة للنظام بتاع فتاح السيسي في ضيحة سرقة الأعمال والمنحوتات العالمية واضح إنها عجبة السيسي والنظام بتاعه شوية اللي لا يعرف حاجة عن حقوق الملكية لا فكرية ولا تجارية ولا تكنولوجيا ولا أي حاجة خالص الرجل ده بيتعامل معنا إن إحنا في 67 وأحمد سعيد بيدينا بيانات إن إحنا داخلين إسرائيل خلاص وقعنا 350 طيارة المرة دي معنا فضيحة جديدة لسرقة جديدة عملتها مجموعة متعلقة بميناء الصيد البحري في محافظة دومياد تعالوا نشوف الصور كده بتقول إيه اللي هتظهر قدام حضراتكم على الشاشة لشركة اسمها رؤية انترناشنال جروب اللي واضح إنها سرقت تصميم من موقع بيبيع التصميمات دي وبعدين في التعليقات قالوا له يا عم دي الصور الموقع مش بيبيع دي الصور أصلا دي بتتباع ببلاش نطلع على الصور ورا بعض كده ونخلي الناس تشوف الفرق ما بين كل حاجة دول طبعا الناس بتوع رؤية بيحتفلوا اللهم أنا كالحمد شرفنا بالمشاركة المتميزة في إعداد مش عارف إيه وفوز مشروع مناء الصيد البحري بدومياد وتأهل المشاركة في مؤتمر المناخ غيره صورة كمان دي من الموقع اللي هم أصلا سرقين منه الحمد لله الحاجة اللي هو التصميم فيه بيتباع وناس قالت إنه ما بيتباعش وإنه هو ببلاش دي صورة تانية من المشروع اللي هم سرقينه لازلنا مع فضيحة جديدة رايحين مبسوطين أه يا جماعة بقمة المناخ وهنتكرم وإنتو حرمية وإنتو سرقين التصميمات دي صورة كمان من الموقع بتاع التصميمات ودي صورة أخرى فالحقيقة أنا مش عارف هنا خلينا نكلم الناس هنا ونشوف كده الحاجات اللي هتطلع ورانا بتاعت أبرز السرقات بتاعتها هو أنت يا جماعة ليه سزج قوي كده يعني أنتو معندكوش حد بيفكر في النظام أنتو معاكو فلوس ومعاكو إمكانات وعملين قمة مناخ وصارفين 15 مليار جنيه وعملين شغل جامع جدا وعندكو مهندسين وعندكو كامير الوزير وعندكو هيئة أندسية هو إيه الاستسهال ده؟ إيه الاسترخاص ده؟ يعني إيه قصة إن كل يومين ثلاثة نطلع لكو في ضيحة إن أنتو سرقين حاجة؟ ما تيجوا نفتكر مع بعض كده إيه اللجوهات والمنحوتات اللي سرقها نظام السيسي في الكام شهر اللي فات سرقت التصاميم العالمية أمر دارج في دولة السيسي سرقت تصميم ميناء الصيد البحري بضميات ده اللي كنت أتكلم معاكو فيه سبوع اللي فات كلمتكو على سرقة جديدة كانت إيه؟ كانت لوجو المؤتمر الاقتصادي تم سرقة لوجو المؤتمر الاقتصادي من موقع تصميمات اسمه شاترستوك من شهرين كده كلمت معاكو عن سرقة ثالثة لسرقة نحت مدينة العالمين الجديدة من تمثال قوة الطبيعة للورينزو كوين إيه كمان؟ سرقت تصميم صور إحدى محطات المترو من رسومات الفنان الروسي جورجي كوراسوف اللي عملنا معه مقابلة خاصة هنا في آخر كلام وكان انفراد لينا وأخيرا سرقت تصميمات العشرة جنيه لسترليني سرقوا التصميم بتاعها وحطوه على التصميم المصري خلاصة الأول عفتاح السيسي حرامي ولص سرق السلطة في 2013 وصبيانو بإسراء كل حاجة من كل حد